السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة هو أسطورة من أساطير الكنغفو على مر التاريخ أبوه المعلم الأكبر رفض يعلمه القتال لأنه عنيف جداً وما عندوش فضيلة لكنه بيقرر يعاند ويتحول لأفضل مقاتل على مر العصور وبيبدأ فيلمنا في الصين سنة 1910 وقتها بيبقى واحد من الساموراي الياباني بيتحدى سيد للفنون القتالية الصينية وبتبدأ بينهم معركة وقتال شارس جداً ورغم قدرات المعلم الممتازة إلا أنه ما كانش يند للساموراي الياباني اللي بيتفادى كل ضرباته لحد ما بيطلع سيفه وكان هيموته حرفياً وقتها المعلم بيتحمس أكتر وبيفضل يقاتل بكل قوته لكن الساموراي كان أقوى بكتير وقدر ينتصر عليه وسط طلابه ويقطع له شعره وبيمشي الساموراي من المكان وهو بيقول للمساعد بتاعه أن المعلم ده مش جديد بالشهرة اللي عنده أبداً وقتها المساعد بيبلغه أن الكولونيل الياباني هيعمل دورة قتالية لكل المعلمين في الصين وعاوزوا يشترك فيها لكن الساموراي بيأكد له أنه مش سيف لحد علشان يستخدمه وهيقاتل وقت ما يكون شايف الوقت مناسب بعدها بيتزع خبر أن الساموراي الياباني هيقاتل أي معلم صيني والخبر ده بيوصل لجانسون اللي بيتفاجئ أنه قاتل خمس معلمين حتى الآن وما حدش قادر يهزمه فبيتكلم مع أخوه المقاتل الأسطوري يوانجا وبيعرفه أن الساموراي فنان قتالي عسكري ومش سهل أنه ينهزم لكن لأن الأوضاع متوترة بين الصين واليابان اللي بيتحاول تفرض سيطرتها على الصين بالكامل بيقول جانسون أنه وقت ما ييجي قتال لازم يوانجا يقف يمسل الصين كلها لأنه الأفضل في الوقت ده وأثناء ما كان يوانجا بيقدم الاحترام لقبر والده بيرجع بالزمن 12 سنة الورى وبيفتكر أبوه المعلم الأكبر وهو واقف بيقدم الاحترام لأسلافه هو كمان وبيدعي أن ابنه يوانجا يتشل من قلبه العصيان ويبقى شخص مفيد للمجتمع وبيبقى النهاردة فرح جانسون والكل فرحان ويوانجا كان في المطبخ بيساعد الناس علشان يقدموا الأكل للمعزيم وفجأة الكل بيتصدم لما بيلاقوا الحريسين بتوع البوابة بيترموا قدامهم عن طريق شخص ياباني ولما بيحاول جانسون أنه يتكلم معاه فورا المقاتل بيهجم عليه بمنتهى القوة وبيرجع لورى فبيمسكه المعلم الأكبر وبيأكد للياباني أن النهاردة فرح ابنه ومش مهتمين بقتاله وقتها الشاب بيشيل الطائية بتاعته وبيفتكر المعلم الأكبر لما قاتل أبو الشاب ده زمان وهزمه شر هزيمة وتسبب له في إصابات خطيرة جدا ومن وقتها والشاب الياباني قرر ينتئم من المعلم وبيحدف الطائية عليه لكن هنا بيتدخل يوانجا وبيكسر الطائية وبيتصدى لهجوم المقاتل بمنتهى المهارة المقاتل بيحاول مرة تانية أنه يهزم يوانجا لكن بدون جدوى يوانجا كان قوي جدا وشارس في القتال لدرجة أنه لما بيهزم المقاتل وبيوقاه على الأرض بيكون عاوز ينزل علي موته خالص لكن أبوه هو اللي منعه في اللحظات الأخيرة وبيطلب منه يسيبه يمشي ويدخل معه جوه فبيضطر يوانجا يسمع كلام أبوه وبيسيب المقاتل عايش ولما بيروح علشان يشوف أبوه عاوز إيه بيلاقيه بيزعق له لأنه تعلم الكون وفوه خصوصا أن الأب معلموش الكون وفوه من ساعة مكان طفل لأنه عنيف جدا وممكن يستخدم الكون وفوه غلط فبيحاول يوانجا يدافع عن نفسه لأن الياباني هاجم عليه يوم فرح أخوه ضرب الحراس والمفروض يوانجا يعمل إيه لما يشوف كده طبعا الأب بيتعصب علشان بيرد عليه وبيقوله أن الكون وفوه ما ينفعش من غير الفضيلة اللي بتحركه وقتها بيسور يوانجا وبيأكد له أنه أفضل موهبة في الصين بيجيب أخره خلاص وبيضرب يوانجا بالألم علشان يفوه وبيسيبه وبيمشي ومن وقتها ويوانجا خط بعضه ومشي وقرر يعيش لوحده شوية أما إمبراطورة البلاد فبيوصل لها خبر أن في جماعة من السوار هيوصلوا للمدينة اللي فيها يوانجا فبتطلب من الجنرال بتاعها أنه يقضي عليهم كلهم لأنها مش عاوزة مشاكل وفي اليوم الثاني كان جينسون في المينة بيتابع شغل أبوه في نقل البضاعة ولما بيحس بتاعه بالعمال بيطلب من الكل أنهم يقعدوا يكلوا لحد ما يشبعوا وبيبقى واحد تابع للجنرال موجود هو ورجالته وبيقرر يروح لهم علشان ياخد الأتاوة ورغم أن جينسون مش بتاع مشاكل وبيقدم له الأتاوة في معادها إلا أن التابع بياخد باله من بنتين وصلوا من المينة واحدة منهم تبقى الأنيسة يو بنت العالم الكبير فبيتدخل جينسون في الموضوع وبيعرف التابع أن في طبيب جاي مع يو علشان يعالج الناس هنا ولما بيحاول مساعد جينسون أنه يتدخل بيدربه التابع فورا وهنا بيظهر يوانجا وبيتحدى بشكل عالني فبيحاول الرجالة أنهم يهجموا على يوانجا لكن بيبقى في مستوى مختلف تماما طبعا وبيهزمهم كلهم شر هزيمة هنا التابع بيقرر يدخل نفسه لكن برضو ما بيبقاش ندل يوانجا اللي بينزل عليه ضرب الحد ما بيضطر أنه ياخد رجالته ويمشي من المكان وسط تصفيق حار للبطل يوانجا وفي الليل جينسون بيروح يقعد مع الطبيب اللي بيبقى جايب له رسالة من حاكم مدينة تانية واللي يبقى أبو يو وبيأكد له أنه عاوز يواعي النسل الحرب اللي هتحصل عليهم قريب والاستغلال الكبير اللي بيتعرضوله على إيد اليابانيين وهنا الطبيب بيتكلم مع جينسون وبيعرفوا أنهم لازم يأمنوا المدينة بتاعتهم حتى لو كانت مليانة بنوادي القتال فبيعيدوا جينسون أنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعد الإمبراطورية على الاستقرار والتاني يوم جينسون بيتكلم مع أخوه وبيعرفوا أنه لازم يستغل قدراته القوية دي في مساعدة الناس وحماية البلد لكن يوانجا بيبقى شايف أنه قاعد هنا مرتاح ومش عاوز يدخل في مشاكل من بتاعته لكنه بيقرر في النهاية يفتح مدرسة لتعليم فنون القتال ومساعد جينسون بيبقى أول طالب عنده أما قوات العدو فبيوصلوا عند جينسون وبيخلصوا على الحراس بحسا عن الطبيب الغامض وبالفعل بيعرفوا مكانه وبيدخلوا يهددوا بالسيف علشان ياخدوا المعلومات اللي عايزينها منه لكن الطبيب شجع جدا وقرر يضحب حياته قبل ما يستجوبوه علشان محدش يعرف منه حاجة في حين أن جينسون كان بيعرف يوانجا القواعد علشان يفتح نادي القتال في المدينة واللي أهمهم أنه يقاتل سبع مدارس مختلفة ويتغلب عليهم علشان يقدر يفتح المكان بأمان وطبعا يوانجا ما بيكونش شايف أنه فيه مشكلة لأنه كل اللي يعرفه أصلا هو القتال وبس في الوقت ده الجنرالي التابع للإمبراطورة بيوري الراجل بتاعه جسط الطبيب علشان يأكد له أنه هو وبيطلب منه يرائب جينسون كويس علشان مش مرتاح له في نفس الوقت اللي أبو جينسون بيشوف جسط الطبيب وبيبقى متدايق جدا من جينسون لأنه مش عاوز مشاكل مع الحكومة وبيقول أنه مجرد راجل أعمال عادي وبيحذر جينسون من اللي بيعمله وبيقرر أنه يسيب المدينة الفاترة هو ومراته لكن جينسون بيأكد له أن كل صيني لازم يقاتل حتى الرمق الأخير وبيطلب منه يستخدم القوارب بتاعته علشان ينقل المقاتلين لكن الأب بيسيبه وبيمشي وتاني يوم بيبدأ يوانجا رحلته وبيروح لأول معلم علشان يتحداه المعلم علشان مش عارفه بيسخر منه وبيخلي واحد من تلاميذه ينزل قدامه طبعا يوانجا بركلة واحدة بيرمي التلميذ بعيد لأنه مش من مستوى وهنا بس بيقوم المعلم علشان يقاتل يوانجا المغرور لكنه بيتصدم من قواته ومهرته الرهيبة في القتال يوانجا مش مخلي المعلم ملاحق على ضرباته ونزل عليه بمنتهى القوة المعلم إيده ترعشت من قوة الضربة اللي وجهه له يوانجا لكنه بيحاول يكمل القتال معاه بس بدون جدوى وبيرمي يوانجا على الكرسي بتاعه علشان يقع به على الأرض وسط طلابه وبيعلن إنه هيفتح مدرسة للقتال ومستعد يقبل أي حد عاوز يتعلم ولما بيرجع علشان يعرف أخوه اللي حصل بيلاء الجنرال داخل عليهم وبيشيد بأداء يوانجا ولما بيتكلم مع جينسون عن الطبيب بيعرفه جينسون إنه رجع لبلده وقتها الجنرال بيهدده بشكل غير مباشر إنه مستني يشوف ميني الطبيب الجديد ولما بيحاول التابع إنه يتدخل يوانجا بيبعده وبيدخل في قتال مع الجنرال اللي بيقرر ينسحف في هدوء لإن دا مش وقته خصوصا إنه عارف قدرات يوانجا طبعا التابع بيبقى متدايق وعاوز يضرب يوانجا لكن الجنرال بيأكد له إنه فنان قتال من الطراز الرفيع وما ينفعش يقتله بالساهل كده وفي الليل بيقضل يوانجا يتدرب على فنون وأساليب القنوفو بشكل مميز جدا وقتها بيقرب منه المساعد اللي بيبقى واقع في غرام المساعدة بتاعة يوء وفاجأ بيلقوا الباب بيخبط وبتبقى يوء المساعدة بتاعتها وبيدخل ويقعدوا مع جنسون وبيبان على يوانجا إنه منجازب ناحية يوء لكن بيحاول يداري قدام المساعد وبيعرف جنسون من يوء إنها قررت تسافر بلدها من تاني نظرا للمشاكل الموجودة حواليهم لكن وقبل ما تمشي بتسلم المساعدة حلويات يوء عملتها ليوانجا مخصوص وبيفرح بها جدا وبيشكرها وقتها المساعدة بتقول لمساعد يوانجا إنهم هيسفروا بكرة خلاص وبيمشوا فبيقرر الاتنين إنهم يروحوا بيت يوء علشان المساعد يقدم هدية ساعة لحبيبته قبل ما تسافر لكن بيبقى خجول جدا وبيخلي يوانجا هو اللي يقدمها بداله بس طبعا بيفكروا إنه يوانجا هو اللي بيقدمها ليو رغم إنه بيأكد لهم إن الموضوع مش كده وبيمشي والتاني يوم بيقرر السيد وانجا أسطورة التدريب والقتال إنه يعتزل القتال للأبد وبيعمل تقس معين خاص بالاعتزال وبيتم إعفاءه من جميع مهامه كمعلم للكونغفو لكن فجأة بيلاقي الجنرال داخل عليه ومعا أتباعه وبيعرفوا الجنرال إنه مبسوط من موضوع تقاعده وبيفكر إنه عمل كده علشان خايف من مواجهة حد فيهم وبيعرفوا الجنرال اللي بيعمله يوانجا اللي بيقاتل كل معالمين المدارس بدون فضيلة ومش فارق مع أحد ولما بيتأكد وانجا إنه يوانجا سبب إصابات خطيرة للمعلم اللي قتله بيشكر الجنرال على المعلومة وبيمشي الجنرال وهو بيصخر من فنون القتال فبيخلي وانجي يطلب من المساعدة بتاعته تتحدى يوانجا بداله لإنه اعتزل لكن بيأكد عليها إنها تلتزم بالقواعد مهما حصل وفعلا بيوصل عقد الموت ليوانجا علشان يوقع عليه لكن بيبقى فيه معلم تاني سمع اللي عمله يوانجا وبيفضل جنسون يحذره إنه لازم يقاتل بشارة فو بدون عنف علشان ما يقزيش الخصم اللي قدامه لإن هي دي قواعد الفضيلة وبالفعل بيروح يوانجا علشان يقاتل المعلم اللي بيبان عليه خبير في استخدام الأسلحة فبياخد يوانجا عصايا حادة وبيبدأ القتال معاه بمنتهى القوة المعلم بيحاول يأذي يوانجا بكل الطرق لكن يوانجا مهرته استثنائية للغاية وبمجرد ما بينجح المعلم إنه يقطع الهدوم بتاعت يوانجا بيتحول عليه يوانجا بيهجم بشكل أشرس من الأول بكتير لحد ما بيحط الرمح قدام وش المعلم علشان يأكد هزمته وبياخد بعضه وبيمشي بدون ولا كلمة زيادة وبيروح لواحد من أصحاب المدارس بعدها وبيبقى شخص أعمى لكنه محترف جداً فبيقرر يوانجا يتحدى قدراته وبيغمي عنه هو كمان وبيقاتل بشكل أسطوري مع المعلم الخبير صاحب الحواس الحادة لحد ما بيتمكن يوانجا من هزمته في لعبته وبيطلع بعدها للمعلم الأكبر اللي بيبقى عنده تقوص إنه يقاتل على أطباء ومحدش منهم ينزل من عليها ومع ذلك يوانجا بيقتله بمنتهى المهارة برضو كأنه متعود على أسلوبه يوانجا مميز جداً في كل ما يخص الكون غفوه ومحدش قادر عليه حرفياً المعلم نفسه بيتصدم لما الطبق بيطير لفوقه وبينزله يوانجا على رجله بمنتهى السبات والثقة وقتها بيفهم المعلم إنه تهزم ويوانجا بياخد بعضه وبيمشي وبيروح للقتال المنتظر مع السيد وانج آخر المعلمين لكن بيعرف إن المساعدة بتاعته هي اللي هتواجهه فبيرفض يوانجا إنه يقاتل سيد حتى لما بيعرف إنه وانجا اعتزل خلاص لكن البنت بتتدايق من كلامه وبترمى عليه السيف بسرعة لكنه بيتصدى للهاجمة وبيبدأ القتال بينهم البنت مقاتلة شريسة جداً وبتحاول بكل الطرق إنها تهزم يوانجا العنيد لكن يوانجا اللي هزم أغلب المقاتلين الأقوياء ما بتكونش البنت دي عقبة بالنسباله رغم قوتها الهيلة وبيديها ضربة قوية جداً بيقطع بيها الصورة الموجودة قدام الجميع وهنا بتظهر البنت مرة تانية بعد ما اتصابت إصابات خطيرة وبتقع ميتة قدام يوانجا واستصادمة من الجميع لكن يوانجا بيلمع حد بيجري ورا الصورة وبيفهم إن في شخص قتالها علشان يلبسوا الموضوع وهنا بيدخل الجنرال وبيقول للكل إنها وقعت على عقد الموت ومش من حقهم إنهم ينتقموا لها وبيظهر أحد المعلمين وبيبلغ يوانجا إنه دلوقتي يقدر ينشئ نادي القتال اللي هو عاوزه ومحدش هيعترد طريقه وقتها الجنرال بيعرض على يوانجا إنه يقاتل لصالح الإمبراطورة وهيرقي لي مناصب عالية لكن يوانجا بيأكد له إنه مش مهتم وبيمشي بس لما بيروح يوانجا بالليل بيلاقي المساعد مربوط فعمود وبيفهم منه إنهم خطفوا جينسون في سبيل الوصول للسيد تان وبيجيب له المساعد جواب جينسون طلب منه يدهوله لو حصل حاجة ولما بيفتحوا يوانجا بيفهم الخطة اللي بيعملها أخوه مع الصوار علشان يستعيدوا الإمبراطورية من تاني لكنهم بيفتكروا يو وبيجروا على البيت عندها علشان يتطمنوا عليها لكنها بتبقى مشيت قبل ما يوصلوا لها خلاص في نفس الوقت الجنرال بيكتف أبو جينسون وبيضرابه بشكل آسي جدا وبعدها بيطلب من التابع إنه يرمي في الشارع وبيدخل لجينسون وبيطلب منه يسلمه العالم تان اللي بيتعاون معاه لكن جينسون بيرفض طبعا ويوانجا بيجيله رسالة بعدها إنه أبوه مريض جدا وعاوز يشوفه وبيطلع يقف في الشتاء يستنى يشوف يوانجا قبل ما يموت لكن يوانجا مش بيجي والتاني يوم جينسون بيبقى مربوطه متكتف فبيحاول إنه يفك نفسه بأي طريقة علشان يهرب من المكان أما وانجي بعد ما سمع بمقتل المساعدة بتاعته قرر يروح ليوانجا اللي فورا بيأكد له إنه ما قتلش المساعدة بتاعته وهيبقى ييجي في وقت تاني يقعد معاه لكن وانجي بيرفع السيف وبيبقى عاوز يخلص على يوانجا في الوقت اللي جينسون نجح إنه يفك نفسه يهرب من المكان بس بيبن إنه تابع الجنرال كان فاهم كده ومستنيه يهرب أساسا وده لإن السيد تان وصل هو واللي معاه وبيروح جينسون علشان يساعد في نقله بأمان وبيروح يوانجا للجنرال على أساس إنه جايب معاه تان وعايز أخوه لكن الجنرال فاهم إنه بيجدم عليه وعلشان كده بيؤمر رجالته كلها تحوته وهنا بنعرف إنه وانجي مرضيش يقتل يوانجا وقرر يتعاون معاه لحد ما يفهم الحقيقة وعلشان كده بيقف تان ويوانجا يقتل جنود الجنرال بمنتهى القوة والشراسة وعملين يخلصوا عليهم واحد وراء الثاني بس في الوقت نفسه كان جينسون والبقيين بيتعرضوا لهجوم شارس جدا بهدف قتل السيد تان فبيقرر وانجي إنه يقاتل لوحده وبيطلب من يوانجا يروح ينقذ ما يمكن إنقاذه خصوصا إن التابع بينجح في قتل مساعد يوانجا بمنتهى القسوة وقبل ما يقتل السيد تان بيظهر يوانجا أخيرا وبقبضاته العارية بيخلص على التابع نهائي بسبب موت المساعد بتاعه والسيد وانجي بيفضل يقاتل بقوة وشراسة حتى بعد ما بيغرزه في جسمه سلاس الحديد علشان يسيطروا عليه وبيموت السيد وانجي بعد ما عمل كل اللي يقدر عليه علشان يخدم بلده ويحرر شعبه من الاستغلال الياباني وبيقرر يوانجا بعدها يروح يهجم على الجنرال وقواته بالليل وبينزل عليهم ضرب بمنتهى القوة لحد ما بيخلص عليهم كلهم وحتى الجنرال اللي بيبقى قوي جدا وبينجح انه يجرح يوانجا بيقدر يوانجا في النهاية انه يتماسك وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغرز عمود خشف في قلبه وبيخلص عليه هو كمان بشكل ابدي وبيروح بعدها يزور ابوه لكن للأسف بيبقى مات وبيحزن يوانجا جدا عليه خصوصا انه فهم الفضيلة بعد اللي عمل يوانجا معاه وانه ركن مشاكلهم الشخصية على جنبه وقتله سوا وبنيجي الوقتنا الحالي والكل متجمع علشان قتال الساموراي ويوانجا المنتظر لكن الفيلم بينتهي لحد هنا لان يوانجا اكيد هو اللي كسب بفضل مهاراته وقدراته الاستثنائية وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا اسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD Action